شوف بقى وزارة الداخلية من جهتها بتعمل ايه علشان تضبط السوق وزارة الداخلية زي ما كنت بقولك امبارح وقلت لك اول امبارح شغالة شغل من نار وده بجد وبدون اي مجاملة والله حملات كل يوم في كل حتة علشان السوق يزدبط وتتمكن خلال 24 ساعة يا مؤمنين 98 قضية تموين في يوم مضبطات باكتر من 2633 طن مواد غزائية ينهر بيض 11.040 عبوة زيت بتعمل كده ليه انت عشان ايه عشان عاوز تكشب ارسين زيادة من اللاشئ يعني انت اشتريت بسعر ولسه ما جالكش حاجة على السعر الجديد يعني لا انت استوردت على سعر جديد ولا خدت من تاجر جملة ولا مورد على سعر جديد ولا حاجة ده ده اللي موجود في المخزن فانت بتروح مكنفه كده بالبلد على جنب علشان تضاعف به مكاسبك وارباحك والناس عادي يعني تجوع تمام بالنسبة لك ده موضوع لذيذ يعني كوميدي للدرجات دي اللي بتعملوا الدخلية ده علشان مصلحة المواطنين وبالتالي زي ما بيقولك الدولة كلها قاعدة بتشتغل مسألة حاجة بسلع استراتيجية مثلا تم ضبط قد ايه بقى شوف الدخلية زبط قد ايه 165 طن سلع غزائية في مجال الاستلاء على سلع مدعومة يعني سلع مدعومة والناس مستولية عليها تاجر قليل الضمير مستولية عليها الدخلية جابته طيب بلاش تعال نشوف الدقيق المدع 26 طن دقيق مدع ده في يوم واحد وبيبيع بقى طبعا بأزم الاسعار الرسمية طيب تعال نشوف مثلا 2245 طن برضو تم ضبطهم في مسألة السلع الغزائية اللي تم ضبطها واللي بتتبع بقى اسعار اعلى من الاسعار المقرر